جهود متواصلة تقوم بها الدولة لتوسيع رقعة العمل الاجتماعي لدوره الهام في العمليات التنموية والتطوير المنشود لجميع مرافقها واستطاعت الحكومة الجديدة أن تضم في برنامجها جميع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لعمل جبهة داخلية متماسكة قوية تخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والدخول باستفاف وطني إلى الجمهورية الجديدة لم تخفل الحكومة الجديدة في طريقها نحو التنمية المستدامة الدورة البارز لمنظمات المجتمع المدنية التي تعتبرها الدول ركيزة أساسية وجناحا سان لتطوير المجتمعات وترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية الكاملة كان التنسيق مع منظمات المجتمع المدنية بما لها من باع طويل في خدمة المناطق النائية والخبرة في الوصول لمناطق نادرة الخدمات عن طريق الفرق التطوعية هو صلب البرنامج الحكومي في الجمهورية الجديدة التي تحرص على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الشرائح المجتمعية ولأن مرحلة جادة من التنسيق مع القوى المدنية انتهجتها الحكومة الجديدة فقد وضعت خططا وستراتيجيات تم من خلالها توسع نطاق المبادرات لخدمة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وأثبتت جهات مثل حياة كريمة نجاحا كبيرا في مشاركة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية عبر مبادرات عديدة شملت المجالات الصحية والبيئية والثقافية والتعليمية ليس هذا فحسب بل صارت المشاركة المجتمعية فكرا مستنيرا تحرص الحكومة على توعية الشباب به وبأهميته للانقراط في خدمة المجتمع وإبراز دورهم ومسئوليتهم وتفعيل دور ورش العمل بين الشباب والمتخصصين وقادة الفكر والشخصيات العامة في المجتمع ومن اللافت أنه بات هناك ارتباط بين أجندة التنمية وما تتضمنه من مشروعات قومية بالمجتمع المدني المصري إن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تعكس مساحة كبيرة من التشابك والارتباط لا تقتصر على مستوى الأدوار والمسئوليات وأجندة العمل فقط ولكنها تمتد إلى مستوى الفلسفة والقيم التي ترسخها شكرا شكرا